والنهاردة هنستعرض مجموعة من نمازج الأمهات أو نسميها باقة من الأمهات علشان نشوف هذه الباقة كيف تؤثر في حالات الأبناء النفسية وفي شخصيته ناخد النمازج الإيجابية دايماً إحنا لما بتجي كلمة الأم نفتكر الطيبة والحنان والرعاية والحب والإحتواء والسند كل الصفات الحلوة اللي في الأم فنحط الصفات دي كلها في أم نسميها الأم الراعية اللي بتقدم كل الحاجات الحلوة لأولادها كل احتياجاتهم وطرعاهم في مرضهم وبتهزب شخصيتهم وبتربيهم على الأخلاق وعلى القيم وبتسندهم في وقت المحن دي الأم الراعية ده أم طيبة كده حنينا ما يعني ما بتزعقش كتير ما بتنتقدش كتير ما بتحسبش كتير هي أم راعية بكل معنى الكلمة في الأم الملهمة الأم الملهمة دي بتلهم أبنائها أو أحد أبنائها بحيث تطلع حد عظيم تلاقيها مطلعة كده إيه يعني نمازج كده مشرفة في المجتمع أولاد أو بنات وهي أم عظيمة وتصنع العظمة في أولادها في أم كمان تانية نسميها الأم الواعية واعية باحتياجاتها باحتياجات ولدها باحتياجات زوجها وعملة توازن كبير جدا في حياتها وحياة أولادها في الأم الوتد الأم الوتد دي اللي بتربط كل أفراد الأسرة بيها وطول ما هي موجودة بتبقى الأسرة متمسكة والأسرة قائمة على أسس قوية وراسخة بس للأسف هذه الأم الوتد اللي كانت ربطة كل الأطراف بيها لما بتغيب بالوفاة أو بأي سبب الأسرة بتتفركش لأنها تعودت إنها مرتبطة كلها بيها في الأم الناقدة ودي أم صعبة بقى يعني هنبدأ فيه النمازج السلبية شوية أولي لها أعثار سلبية الأم الناقدة اللي طول الوقت تنتقد تصرفات أولادها وبناتها ويقتلومهم وييتأنبهم واتبكتهم ده للأسف تأثيره سلبي جدا على الأولاد والبنات لأنه بيطلعهم عندهم إحساس إن هم سيئين وإن هم مقصرين وإن هم مزنبين وإن هم مش محبوبين فده بيرصب ليه مشاكل نفسية كتير جدا في المستقبل فيه الأم العصبية اللي طول الليل والنهار بتزعق في أولادها وبتشخط وبتشتم وبتضرب ساعات هي في حالة فوران عصبي طول الوقت وده بيخلي الأولاد يبقوا في حالة قلق طول الوقت وفي حالة توتر طول الوقت خايفين منها حاتش قادر يتكلم إنها بتزعق وبتشتم وبتضرب قاسية عنيفة فهنا بيطلعوا الأولاد بيتجنبوها أو يتمردوا عليها أو إن هم يعلوا عليها بقى في العصبية مش أنت عصبية طب إحنا كمان هنبقى عصبيين فيه الأم الموسوسة اللي بتدقق في كل التفاصيل الصغيرة في الغسيل وفي النظافة وفي في الصلاة وفي الوضوء وفي كل الأفعال تحب تتأكد من كل حاجة وبتلزم أولادها بهذا النمط الوسواسي يعني لازم مش عارف يقلعوا جزامهم فين وإلعوا هدومهم قبل ما يدخلوا فين ولما يدخلوا الحمام يدخلوا بتقوص معينة ولما يجي يلبسوا يلبسوا بتقوص معينة يكلوا بتقوص معينة فعمل نوع من الحصر والسجن للأولاد وبتمنع عنهم تلقائيتهم وبسطتهم وعمل لهم قيود شديدة جدا ومعيقة جدا وبتتطلب منهم نوع من الكمالية أو البرفكشنزم زي ما بنقول فهنا الأولاد برضو بيعيشوا حياة فيها معاناة شديدة جدا لأنه بيحسوا أنه كل خطوة فيها صعوبة هائلة من هذه الأم الموسوسة في الأم الكئيبة الحزينة دايما البائسة المبتئسة غرآنة في أحزنها وفي همومها وفي مشاكلها وبالتالي أداءها مع أولادها بيكون في أضيق الحدود وبتكون دايما متوقعة كل شيء سيء وشايفة كل شيء سيء فهذه الكآبة وهذا النكد وهذا الحزن وهذا البؤس بينتقل لأولادها وربما يصابوا بالاكتئاب في أي مرحلة من مراحل حياتهم في الأم المنانة اللي طول الليل والنهار تقول لهم ده أنا عملت لكم وأنا ضحيت على شانكم وأنا أبوكم مات وأنا اترملت عليكم ومرضتش أتجوز وضيعت فرص مني كتير وضيعت شبابي وصحتي علشانكم طول الوقت تمن عليهم بما فعلته في كمان الأم الزنانة طول الوقت بتزن على دماغ أولادها اعملوا سووا ما روحتوش ما جيتوش هي ملحة وزنانة وطول الوقت فوق ودنهم لحد ما بيبقوا حسين أنه هم مخنوقين من هذه الأم في الأم الحنانة حنانة طب ما كويس الحنانة لا ما أود الحنان هنا بقى بقى زيادة عن اللزوم إنها طول الوقت بتدي بقى حنية وعطاء بقى بلا حدود لدرجة إنها بتغرق أولادها في هذا الحنان الزائد وهذا الحب الزائد وهنمثل التأثير بتاعها إنه لو عندنا زرع في البيت وبنسقيه كل يوم مع إن المياه حاجة كويسة بس بيصفر الزرع ويدبل لأنه محتاجين يبقى فيه توازن شوية في هذا العطاء الحنان وكان أحد الناس الكتاب يقول إيه الترعى ثابت في الغطان وكأنها ترعى وسابت غرقت الزرع زيادة عن اللازم